موسيقى 109 صفر قام الملك محمد السادس بزيارة المديرية العامة لمراقبة الترابي الوطني اليوم في سياق حرسه على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني واطلع الملك على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة الترابي الوطني واستعرض الأليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية ودشن الجالس على عرش المملكة المعهد الجديد لتكوين التخصصي وزيارة مختلف مرافقه وهو مركب أمني متكامل تم تشهيده في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية وقاعة للندوات ومكتبة علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء تضم جميع المرافق بما في ذلك عيادة طبية وقاعة لتربية البدانية والرياضة ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل ويضم غرفا مخصصة لمواطن الدول الصديقة والشقيقة ولسيما من الدول الإفريقية والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات وذلك توطيضا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة في بعده جنوب جنوب وقد تم تجهيز هذا المعهد بمسلحة تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة ومخزن للذخيرة وميدان للرمية وحلبة للحواجز بغرض إجراء تداريب وتمارين التحمل التي يخضع لها موظف المؤسسة الأمنية ويتمتع المكتب المركزي للأبحاث القضائية باختصاص ترابي وطني وولاية نوعية تشمل حصريا الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسارة الجنائية كالإرهاب وجرائم المسيب أمن الدولة والشبكات الإجرامية والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن والاتجار في المخدرة والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة إلى آخره واطلع العاهل المغربي على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظف الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني الذي يجري تشهيده بحي الرياض بمدينة الرباط الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظف الأمن من جهة وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا للفحص بالأشعة قاعات للفحص بالرنين والصدى وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي وجناحا خاصا بالاستشارات والإسعافات الطبية من بينها قاعة لعلاج الصدمات ومختبر لأخذ العينة والتحليل الطبية علاوة على طابق مخصص للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية من جهة أخرى عين الملك ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني ومنها على وجه الخصوص مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية وبعض مرافق الشرطة بمدينة الداري البيضاء وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بناية تتكونان من خمس طوابق وستضم البناية الأولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير فيما ستأوي البناية الثانية مقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمواصفات هندسية وعلمية تستجيب لمعايير التصديق في مجال الجودة أما المشروع المندمج الثاني فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط على مساحة إجمالية تبلغ عشرين هكتارا وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية وقاعة للمحاضرات ومتحفا للأمن الوطني يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف ومركز للأنشطة الرياضية ومركز لطبع البطاقة الوطنية وقاعة للمعلومية